غادرت أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والمغرب الثلاثاء تل أبيب في طريقها إلى الرباط وعالمتنها وفد أمريكي برئاسة مستشار دونالد ترامب جاريد كاشنر ووفد إسرائيلي وقال كاشنر قبيل إقلاع طائرة إن المغرب وإسرائيل يريدان تعزيز التقارب بينهما مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمل على إنشاء سياسة مختلفة في الشرق الأوسط ذكرت صحيفة الغاردين البريطانية أن السلالة الجديدة من وباء كورونا المستجد جاءت عن طريق شخص في منطقة كينت جنوب شرق إنكليترا وهو يعد بذلك أول من نقل النسخة الجديدة من كورونا إلى الآخرين في سبتمبر الماضي ويعتقد العلماء أن السلالة الجديدة أكثر قابلية للتفشي من السلالة المعروفة بنسبة تصل إلى 70% وهذا من الأسباب التي تدعو للقلق لكن لا دليل حاليا على أنه يجعل المرضى في حالة أكثر سوءا